السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد سمع الجميع أن خل التفاح هو العلاج المعجزة لكل شيء من السكر إلى السلطان سيكون الأمر جيدا إذا كانت واحدة من هذه المعلومات حقيقية لكن لسوء الحظ أنها ليست كذلك الحقيقة هي أن خل التفاح لم تثبت فاعليته أبدا كعلاج لكل شيء مهما كان وتم تضخيم فوائده الصحية بشكل مفرط لكنه برهن عن تأثيرات إيجابية عند استعمال خل التفاح باعتدال في علاج العديد من الأمراض بما فيها سكر الدم والتحكم بالشهية واليوم إليكم من قناة فوائد التأثيرات الإيجابية المؤكدة لخل التفاح على الجسم تابعونا بعد هذا الفاصل القصير احموا المريء طعم خل التفاح ليس لذيذا لهذا ليس هناك أي سبب يجعلكم تشربونه مباشرة فيمكن أن يترك إحساسا بالحرقة أو إحساسا بالوغز في المريء بدون أي تأثير إيجابي تقريبا لهذا ينصح أن يمزج خل التفاح مع شيء آخر لتجعل طعمه أكثر احتمالا إذا كان شرب خل التفاح هو الطريقة التي تفضلونها ننصح أن تضيف لكل منعقة كبيرة من خل التفاح كوب من الماء الكبير هذا سيزيل الطعم المزعج وستحصلون على شراب تستطيعون ابتلاعه علاوة على هذا يمكنكم استخدام خل التفاح في الصلصات لتبقوا في صحة جيدة تخلوا عن الأدوية الملينة للمعدة من المدهش أن تناول خل التفاح يمكن أن يساعد على تسهيل مشاكل الهضم وحتى على معالجة الإمساك إن شرب كوب من خل التفاح يتطلب الكثير من الألياف للمساعدة في تسهيل المرور المعوي فاللجوء إلى هذا الاستخدام كمستحضر بديل عن الأدوية المسهلة انتشر بصرعة كبيرة بين الناس إنها طريقة أكثر لطفا وفي بعض الحالات وسيلة أكثر فاعلية لعلاج الانسداد المعوي من الأدوية الملينة للمعدة بالنسبة للأشخاص الذين لا ينجحون في الحصول على نتائج عن طريق الملينات أو الأشخاص الذين يعانون من التأثيرات السلبية الجانبية للملينات قد يكون خل التفاح هو الخيار الأكثر جاذبية لن تتأثر شهيتكم بهذه الطريقة مع أن التأثيرات ليست ملموسة لكن سرب خل التفاح على معدة فارغة يمكن أن يسبب توعكا فطعم خل التفاح منفر إذن فلا يمكن ابتلاعه إذا لم يكن هناك طعام في المعدة لامتصاصه وهذا ما قد يسبب تقيئا هذا قد يؤدي أيضا إلى غازات غير مرغوب فيها وانتفاخ ونفخ على مستوى المعدة ستجدون أنفسكم في النهاية تخرجون الغازات طوال اليوم للتخفيف من الطغط في معدتكم هذا الإحساس المزعد يمكن أن يخفف من الشهية لكن الأمر لا يستحق هذا العناء أسباب تجعل خل التفاح يغير حياتكم إن التأثيرات ستكون ألطف بكثير إذا تم شرب مزيج خل التفاح بعد كل وجبة أو إضافته إلى الوجبات على شكل صلصة عن طريق إضافته إلى الطعام فيمكن للجسم أن يمتص خل التفاح بشكل أسرع مع تجنب الآثار الجانبية الحادة التي تحصل نتيجة تناوله على معدة فارغة يمكن لخل التفاح أن يكون قاطعا للشهية لطيفا وفعالا عندما نستخدمه بهذه الطريقة أي بشرب كوب بعد الوجبة قد يساعدكم على الشعور بالشبع أكثر ويخفف من رغبتكم في الأكل بين الوجبات وبعكس تناوله قبل الأكل فإن تناوله بعد الأكل يضبط الشهية ولا يشعركم بأي انزعاج مع تحياتنا لكم بدوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته